لعبي المنتخب الوطني الجزائري قبل المباراة التي ستجمعهم سهرة الاثنين مع المنتخب الالماني لحساب الدور ثمن النهائي بعث رئيس الجمهوري عبدالعزيز بوتفليق رسالة تشجيعية ثالثة للعبين الأحد القاضي الأول في البلاد وكعادته يبقى وفيا للمنتخب الوطني وقال في رسالته لا شك أنكم ألفتم الميدان وخبرتم الأقران وزادتكم النتائج التي حققتموها إيمانا وثقة وما أظنكم تعجزون اليوم عن تحقيق ما حققه أسلفكم يوم انتصروا في خيخون عام 1982 على نفس المنافس وفي نفس هذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم وأضاف رئيس الدولة الفوز على ألمانيا ممكن لا سيما أن الظروف الأفضل تهيأت لكم وأثبتت لكم المباراة السابقة أن الغلبة ليست دائما للمنتخبات التي أجمع الناس على أنها الأقوى سجلتم في مباراة في المونديال ولأول مرة أيضا أربعة أهداف في مباراة واحدة لم يسجلها من قبل أي منتخب عربي أو إفريقي غير أن هذا الفوز على عظمته ليس سوى خطوة أولى في مصاري التصفية تتطلب خطوات لبلوغ النجاح الحقيقي ورفعوا راية بلدكم عاليا خفاقة في سماء البرازيل الذي ترنو وختم الرئيس رسالته قائلا سيروا على بركة الله وتكلأكم عين الرحمن وتحفزكم أهازج الأنصار وتحفكم دعوات محبين من أقرباء وأصدقاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا